منبر التجديد صوت الوسطية من الأوقاف المصرية مفاهيم يجب أن تصحح في مواجهة التطرف سادسا الإرهاب هو الجريمة المنظمة التي يتواطأ فيها مجموعة من الخارجين على نظام الدولة والمجتمع وينتج عنها سفك دماء بريئة أو تدمير منشآت أو اعتداء على ممتلكات عامة وخاصة وبيان ذلك إن ظاهرة الإرهاب تعتبر من أخطر الظواهر التي يمكن أن يتعرض لها مجتمع من المجتمعات إذ تصل تداعياتها إلى كل مجالات الحياة العامة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها وقد نهى الإسلام عن الإرهاب والاعتداء لأنه دين السلام لجميع البشر فلا يجتمع مع العنف والاعتداء لأنهما ضدان والمسلمون مأمورون بالبدء بالسلام لكل من يقابلهم وهي كلمة أمان ورحمة واطمئنان وإشاعة للأمن بين الناس جميعا فلا يجتمع الضدان السلام والعنف بل إن المسلمين مأمورون بالبحث عن السلام والجنوح إليه إذا جنح العدو إليه ورغب فيه وذلك في حال الحرب المعلنة فكيف بغير ذلك قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يختعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين صدق الله العظيم صورة الأنفال الآيتان الحادية والستين والثانية والستين ولما كان الإكراه ضربا من ضروب الإرهاب فإن الإسلام حاربه بكل صوره وبكل أشكاله لأن الإكراه يؤدي إلى نقيض المطلوب وإلى شيوع النفاق الذي هو قاعدة الغدر والخيانة والتربص حتى في مسألة اعتناق الإسلام لم يشرع المولى سبحانه وتعالى إكراه الناس على ذلك قال تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوسقى لن فصام لها والله سميع عليم الآية السادسة والخمسين بعد المئتين سورة البقرة وحرم الإسلام قتل النفس وسفك الدم المعصوم وجعل ذلك من كبائر الذنوب قال تعالى ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا سورة الإسراء الآية الثالثة والثلاثين وقال تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون الآية الثانية والثلاثين سورة المائدة وقال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما الآية الثالثة والتسعين سورة النساء وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قيل يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات الحديث أخرجه البخاري وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما الحديث أخرجه البخاري وقال ابن عمر رضي الله عنه إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله وحرم الإسلام ترويع الآمنين وجاءت الأحكام الشرعية مانعة للأفعال التي تسبب ترويع الآمنين وإخافتهم ومن ذلك النهي عن الإشارة بالسلاح ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه وإن كان أخاه لأبيه وأمه ولقد سمت الشريعة الإسلامية في التعامل مع غير المسلمين سموا لم يرقى إليه قانون من القوانين البشرية أو نظام من الأنظمة إذ حفظ لهم الإسلام حقوقهم المالية والأخلاقية والاجتماعية كما حفظ أموالهم وأرواحهم وأعراضهم ولم يكرههم على ترك دينهم أو ما هو أدنى من ذلك ووجه القرآن الكريم إلى حسن معاملتهم والتعامل معهم بل برهم والقصد إليهم والعدل إليهم يقول المولى سبحانه وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم إن الله يحب المقصطين الآية الثامنة سورة الممتحنة وشدد النبي صلى الله عليه وسلم الوعيد وأغلظ في العقوبة لمن استباح حرمة دمائهم أو تعرض لهم بالأذى فقال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما الحديث أخرجه البخاري وقد نهت الشريعة الإسلامية عن الغلو في الدين وحذرت المسلمين منه حتى لا ينجرف وينحرف لأن الغلو في الدين هو الطريق إلى التطرف الفكري والاعتقادي والفهم الخاطئ للدين قد يدفع الإنسان إلى محاولة فرض ما يعتقده ويؤمن به بالقوة وهذا ما أثبته الواقع المشاهد وقد جعل الله هذه الأمة وسطا لأن دينهم كذلك قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا الآية الثالثة والأربعون بعد المئة من سورة البقرة فالغلو خلافة الوسطية فإذا كانت الوسطية تعني الاعتدال والتوازن في الأمور كلها فإن الغلو يعني الشقة والتضييق على النفس باتباع طريق واحد بعيدا عن الوسط ووسطية الإسلام توازن بين الأحكام فلا غلوة ولا تشدد ولا تفلت ولا تسيب فلا إفراط ولا تفريط في الإسلام ووسطية الإسلام تحصين للمجتمع من الإفرازات التي يمكن أن توجد بسبب التضييق من المتطرفين الذين يعتمدون على نظرة ضيقة للكون وللحياة وينطلقون منها إلى تخطئة كل رأي مخالف لهم باسم الدين ويدينون كل فكر مخالف لفكرهم باسم الإسلام الأمر الذي ينتهي بهم إلى تكفير الناس بل النيل من أعراض العلماء وواصمهم بصفات غير لائقة فالغلو في الدين باب إلى التطرف الذي يقود إلى العنف والسعي إلى إلزام المخالف رأيا غير رأيه بالقوة وقد شرع الإسلام لكل من تسول له نفسه أن يخرج ويشذ عن تعاليم الإسلام ومبادئه وأن يمارس الإرهاب من خلال السعي في الأرض فسادة أو من خلال الإفزاع والترويع والقتل والتدمير حدوداً وعقوبات تساعد على اجتساث الإرهاب من المجتمعات وتردع كل من يرتكب أي عمل يخل بأمن الناس وأمانهم ومن أبرز تلك العقوبات حد الحرابة وقد جاء تبيينه في قول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادة أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم الآية الثالثة والثلاثون سورة المائدة وقد عرفت الحرابة بوصفين عامين هما محاربة الله ورسوله والفساد والإفساد في الأرض وهذان الوصفان يقتضيان تحديد العمل الإجرامي بالخروج على أحكام الشرع لأن محاربة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الواردة في الآية السابقة ليست على ظاهر النص إنما يقصد بها العمل على ارتكاب الأعمال الإجرامية المخالفة لأحكام الله عز وجل والخروج على منهاج رسوله صلى الله عليه وسلم بالعدوان السافري على الناس وعلى أنفسهم ودمائهم وأموالهم والحرابة تتفق مع مصطلح على تسميته بالإرهاب في العصر الحديث ذلك أن في الإرهاب حملا للسلاح وإخافة للناس وخروجا على القانون وهذا التقارب في الصفة الظاهرية يقتضي التشابه في كيفية العقاب بعد توافر الشروط اللازمة للحكم على مرتكب الجريمة وتطبيق مثل هذه العقوبة هو الذي سيستأصل هذا المرضى ويقطع دابرة على أن يكون الحكم للقضاء والتطبيق من قبل السلطات المختصة لا من أحادي الناس ولا من عمومهم إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيْرُ مَاژِ فَرُّنٌ حَتَّى أَيُّهَا الْيَوْمَا بِأَمْ